بسم الله الرحمن الرحيم السلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات عدنا إليكم مرة أخرى والحلقة الرابعة من سلسلة دروس اتصل وسأل الموجهة إلى طلبة السادس العلمي بعد أن درسنا وعرضنا في الأسبوع الماضي الفصل الثالث بجزئه الأول سنكمل هذا اليوم إن شاء الله ما تبقى من الفصل الثالث تطبيقات التفاضل ونبدأ بالفصل الرابع التكامل وتطبيقاته ونذكركم بأننا مستعدون وننتظر استقبال أسئلتكم واتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة وسنسعد بالإجابة عليها إذن كونوا معنا أعزائي والسؤال الأول موضوع التقريب في الفصل الثالث جد باستخدام نتيجة مبرهنة القيمة المتوسطة القيمة التقريبية لسؤال معين التقريب كما تعلمون عزائي يمكن أن يكون سؤاله على أكثر من نوع واحد ربما يقول جد القيمة التقريبية لي ويطيق السؤال ويمكن أن يكون السؤال متعلق بمسألة فيها قانون لشكل هندسي سوف نأخذ مثال من كل حالة ونبدأ معكم بالمثال الأول وأعزائي باستخدام نتيجة مبرهنة القيمة المتوسطة جد القيمة التقريبية إلى جذر اسبوط عشر زائد الجذر الرابع للاسبوط عشر زائد أربعة حاولنا في هذا السؤال عزائي اختيار سؤال من الكتاب المقرر من المنهج المقرر ولكن بإضافة بسيطة من أجل أن نعطي لكم تطمينات معينة بأن الأسئلة المتوقعة في الامتحان الوزاري إذا لم تكن من المنهج المقرر بشكل نصا ممكن إجراء تغييرات طفيفة بحيث يحافظ السؤال على منهجيته إذن جذر اسبوط عشر زائد الجذر الرابع للاسبوط عشر موجود في المنهج زين إذا قال لي زائد أربعة شنو المشكلة؟ كل مشكلة ما أكو رح نشوف الآن هل يوجد عدد قريب من الاسبوط عشر له جذر تربيعي وجذر رابع في نفس الوقت؟ نعم هناك السطعش إذن يمكن أن نأخذ هذا السؤال بأجمعه بجزء واحد ولكن لو قيل مثلا الجذر التكعيبي للأتلاثة وستين زائد الجذر التربيعي للأتلاثة وستين يوجد الأربعة وستين له جذر تربيعي وجذر تكعيبي إذن ممكن أخذه بجزء واحد لو قيل في السؤال أريد جذر ستة وعشرين زائد الجذر التكعيبي للستة وعشرين هنا أعزائي لا يمكن أن نأخذ السؤال بجزء واحد لأن إذا أخذنا السبعة وعشرين له جذر تكعيبي قريب ولكن ليس له جذر تربيعي من أخذ الخمسة وعشرين له جذر تربيعي ولكن ليس له جذر تكعيبي فهنا يجب أن نقسم السؤال إلى أكثر من جزء واحد ولكن في هذا السؤال عزائي أنتم مخيرون تريد يكون جزء واحد تريد تكون أكثر من جزء ولعل الجزء واحد يكون أفضل إذن خلي نشوف الخطوة الأولى سيكون إعطاء تسمية لهذه الدالة إذن رح أقول الأفوف أكس تساوي جذر أكس زائد الجذر الرابع للأكس زائد أربعة تبقى على حالها ونحول التسمية لهذا السؤال بصيغتين الصيغة الجذرية والصيغة الأسية تعلمون أن الصيغة الجذرية تفيد عند التعويض والصيغة الأسية تفيد عند الاشتقاق إذن أكيد تتبقوا نيايا الأي 16 البي 17 الاتش هو بي ناقص أي يعني معناها واحد الأفوف أي رح أعوض الست عشر بي الصيغة الجذرية إذن الجواب يساوي عشرة الخطوة التالية هو إيجاد المشتقة نذهب إلى الصيغة الأسية مشتقة الأكس أس نصف هو نصف أكس أس سالب نصف مشتقة الأكس أس ربع هو ربع أكس أس سالب ثلاثة على أربعة أتخلص من القوى السالبة من خلال تحويلها إلى المقام وإرجعها إلى الجذور ومن ثم التعويض بدلاً عن الأكس ست عشر ليكون الناتج هو بوينت مية وستة وخمسين بالألف إذن الخطوة الأخيرة كتابة القانون النهائي والتعويض كلاً بمكانه للحصول على الجواب المطلوب هنا أعطي لك تساؤل ماذا لو كان السؤال السابق بالصورة جذر خمسطعش زائد الجذر الرابع للاسبوطعش زائد أربعة من أريد أخذ الأي سبوطعش أو من أخذ الأي سبوطعش لا بأس ولكن البي منو تأخذ خمسطعش للاسبوطعش هنا إذا كان هذا التغيير في السؤال إذن عليكم أن تقسموا السؤال إلى قسمين رح أجي أخذ الجذر خمسطعش واحدة مثلاً أقول أفوف أكس تساوي جذر أكس وأكمل الحل إلى الأخير وبعدين أخذ الجذر الرابع للاسبوطعش واحدة أقول جي أوف أكس تساوي الجذر الرابع إلى الأكس وأكمل الحل إلى الأخير وبعدين أعيد كتابة السؤال وأقول يساوي تقريباً ناتج الحل الأول زائد ناتج الحل الثاني زائد أربعة إذن هذا ما يخص السؤال الأول أما الأسئلة التي تتعلق بقوانين الأشكال الهندسية والتي ترتبط بموضوع التقريب لنقرأ معكم هذا السؤال أسطوان دائرية قائمة حجمها 18% باي سنتيمتر مكعب ونذكركم بأننا ننتظر اتصالاتكم وأسئلتكم من أجل أن نجيب عليها إن شاء الله إذن هذه الأسطوانة ارتفاعها يساوي ثلاثة أمثال طول نصف قطر قاعدتها يعني معناها اله في هذه الأسطوانة يساوي ثلاثة R شي تريد يقول جد باستخدام مبرهنة القيمة المتوسطة أو يقول نتيجة مبرهنة القيمة المتوسطة لا بس طول نصف قطر قاعدتها بصورة تقريبية في بادئ الأمر هذا النوع من الأسئلة الرسم والفرضية سوف تسهل لنا خطوات الحل أرسم أسطوانة الأسطوانة فيها نصف قطر قاعدة وفيها ارتفاع ويدي يقول لي بالسؤال أن الارتفاع الـ H يساوي ثلاثة R طيب من ناطيني حجمها يساوي ثمنتعش بالمية باي يعني هنا أفواً وصلتني رسالة أفواً رسالة مستعجلة تقول اكتب قانون الحجم وحاول الاستفادة من هذا القانون إذن حجم الأسطوانة مساحة القاعدة في الارتفاع القاعدة دائرية مساحة الدائرة نصف القطر تربيع في النسبة الثابتة إذن πR تربيع وناطيني بالسؤال بأن الـ H يساوي ثلاثة R ما فائدة هذه المعلومة في السؤال نحاول أن نقلص عدد الحروف المتغيرات في القانون أما أجعل القانون بدلالة R أو أجعل القانون بدلالة H زيان الشي تريد يقول أنا أريد نصف قطر أقول له وصلت الفكرة إذن سوف أعوض بدلاً عن الـ H ثلاثة R مرة أخرى يقول لي لا أريد الارتفاع أقول له رح أعوض مكان الـ R ثلاثة H طيب رح أعوض مكان الـ H يساوي ثلاثة R ناطيني الحجم يساوي ثمنتعش بالمية باي نعوض بدلاً عن الـ V ثمنتعش بالمية باي الباي مع الباي تختصر يعني أقسم الطرفين على باي أقسم الطرفين على ثلاثة إذن الـ R تكعيب تساوي ستة بالمية إذن الـ R يساوي جذر التكعيب للستة بالمية الجزء المتعلق بالتقريب الآن سوف يبدأ إذن في بادئ الأمر كتبت القانون وحاولت الاستفادة من المعلومات المتوفرة طيب يريد مني هسة جذر التكعيبي للستة بالمية هناك ملاحظة مهمة ومهمة جداً حاول أن تستوعبها وإكتبها يمك بالورقة في حالة أن الملاحظة ربما أنت ناسيها أو مهاضمها بشكل صحيح إذن عند إيجاد الجذور بصورة عامة جذور الكسور العشرية القيمة التقريبية لجذور الكسور العشرية للأعداد المحصورة بين الصفر والواحد يعني من أقول لك محصورة بين الصفر والواحد يعني بيها أو بوينت والبعيدة عن الواحد يعني شنو يعني مو أو بوينت تسعة إذا أو بوينت تسعة الأي رح تأخذ واحد ما عندك بي مشكلة لكن آن إذا سولف عليمن البعيدة عن الواحد القريبة من الواحد هو أو بوينت تسعة غيرها بعيدة عن الواحد إذن لا يمكن إيجاد القيمة التقريبية لها إلا والإلا هي أداة استثناء إلا إذا كانت عدد المراتب على يمين الفارزة تساوي أو من مضاعفات دليل الجذر وأكيد أنت تتذكر بالتمارين عندي سؤال يقول لك جذر النص إذن هذا جذر النص يعني معناها جذر الخمسة بالعشرة أنا من يمي أضيف صفر على مود أجعل عدد المراتب اثنين لأن دليل الجذر اثنين سؤال مرة إجابة الامتحان الوزاري يقول لي أريد الجذر التكعيبي للأطنع عش بالمية أضيف صفر على مود ثلاث مراتب على يمين الفارزة تساوي دليل الجذر سؤال إجابة الوزاري الجذر الرابع للثمانية بالألف أضيف صفر على مود أربع مراتب تساوي دليل الجذر إذن يجب أن تكون عدد المراتب على يمين الفارزة تساوي أو من مضاعفات دليل الجذر السراحة تقول لي تساوي افتهمناها من مضاعفات شنو يعني إذا إجاني سؤال بالوزاري يقول لي الجذر التربيعي للثمانية بالألف زين عدد المراتب ثلاثة دليل الجذر اثنين إذن الثلاثة ما أقدر أسويها اثنين لكن أقدر أسويها أربعة إذن صارت أربعة من مضاعفات الثنين إذن في هذا السؤال في بادئ الأمر أضيف صفر يعني معناها ش رح يصير عندي إذن أول ما أستلم السؤال إذن هذا رح يكون الجذر التكعيبي المن للستين بالألف هسه رح أقول يا عدد قريب من الستين إلى جذر تكعيبي إذن تتبقون وياي هو الأربعة وستين إذن معناها الأر أوف أكس تسمية الدالة هو الجذر التكعيبي للأكس معناها أكس أس واحد على ثلاثة الأي رح أخذها أربعة وستين بالألف لأن البي ستكون ستين بالألف وباقي خطوات الحل ستكون بسيطة نسبيا الأتش سيكون سالب أربعة بالألف الـ R of A طبعا هنا ليست الـ F of A إذن معناها الـ R لأن الدالة الآن يسميها R of X إذن الـ R of A يساوي الجذر التكعيبي للأربعة وستين بالألف يعني معناها أربعة بالعشرة والآن الاشتقاق الـ R prime of X اشتقيت وعوضت وبعديا أكتب القانون R للاي زائد H يساوي R of A زائد H في R prime of A ومن ثم التعويض المباشر للحصول على الجواب المطلوب هس هنا بعض الطلاب يقول لي أنا من قسمة واحد على ثمانية واربعين بالمية يصير أكتبها فقط اثنيا أقول لك نعم يصير ما طول واحد بالعشرة إذن اثنيا لأن الـ H هو أصلا بي ثلاث مراتب وهو أربعة بالألف سالب أربعة بالألف إذن من أجر عملية الضروف فالجواب رح يكون هنا سالب أو ناقص ثمانية بالألف والجواب رح يكون صحيح ولا إشكاله فيه إذن هذا ما يخص سؤال التقريب وأيضا السؤال الآخر متوازي سطوح مستطيلة طوله ضعف عرضة وارتفاعه ثلاثة أمثال عرضة جد باستخدام مبرهنة القيمة المتوسطة مساحته السطحية إذن اتصال أم زهراء من بغداد أم زهراء من بغداد أم زهراء من بغداد أم زهراء من بغداد حياكم الله أم زهراء فضلي أستاذ بل أزف ما عليك عندي سؤال بالنسبة للتكامل أستاذ تكامل ساين تربيع جدر أكس على جدر أكس بي أكس ساين تربيع إذن سؤالكم تردون تكامل ساين تربيع ساين تربيع جدر أكس نعم على جدر أكس على جدر أكس أكيد دي أكس نعم أم زهراء حضرتش طالبة السادس أستاذ أنا أدرف بتي العفو شوية أفهم المادة وحاولت أهمل هي حياكم الله حياكم الله أم زهراء إذن رحكم حينويانا والتابعين الحل لهذا السؤال من خلال شاشة التلفاز أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال منبر فضائية العراق التربوية نوجه تحية إلى أم زهراء وتحية إلى الأم العراقية الأصيلة كيف لا وقد جعل الله الجنة تحت أقدامكم إذن بالإضافة إلى أن الأم العراقية تحاول أن توفر أجواء مناسبة إلى أبنائهم إذن أضر إضافي بأن تحاول فهم المادة وشرحها إلى ابنتها إذن حياكم الله وتكامل ساين تربيع جذر أكس على جذر أكس السؤال فيه فكرة مهمة وأرجو الانتباه عليها من قبل طلبتنا الأعزاء تعلمون أن الساين إذا كان لوحده في الامتحان من يجيني سؤال يقول لي أريد تكامل ساين أكس دي أكس إذن هنا الجواب يساوي ساين أكس زائد سي هذا الأمور متفق عليه وإذا إجاني سؤال يقول لي أريد تكامل كوساين أكس دي أكس إذن الجواب يساوي ساين أكس زائد سي وتعتبر من التكاملات المباشرة ساين تربيع أكس فيه أكثر من قانون ساين تربيع اكس ممكن يكون واحد ناقص كوساين تربيع اكس وممكن يكون نصف في واحد ناقص كوساين اثنين اكس طيب هذا السؤال فيه فكرة لعلها تكون مهمة لأن الزاوية جذر اكس وليست اكس اذا كان ساين تربيع اكس سؤال موجود بالكتاب وبالتمارين موجود وجايب الامتحان الوزاري في اكثر من مناسبة ولكن الفكرة في هذا السؤال بأن ساين تربيع جذر اكس عند تحويلها الى قانون ضعف الزاوية ستكون ما يلي نصف واحد على اثنين في واحد ناقص كوساين ضعف الزاوية يعني الزاوية اذا كانت اكس صير اثنين اكس اذا كانت جذر اكس يعني معناها اثنين جذر اكس واذا اريد احولها الى اسس رح يصير اثنين اكس واحد على اثنين ولكن ما الفكرة في هذا السؤال الجذر اكس في المقام اللي هو اكس اوس نصف عندما تكون في البسط رح يكون اكس اوس سالب واحد على اثنين دي اكس الفكرة الاساسية بان التكامل المباشر لا يمكن انجازه في هذا السؤال الا بعد ان نقوم بتوزيع الاكس السالب نصف وتضرب مرة بالاول مرة بالثاني يعني لو كان السؤال بهذه الصورة يقول لي اريد منك تكامل اكس جذر اكس اذا هنا لو كان السؤال يقول لي اريد تكامل كوساين جذر اكس على جذر اكس اذا اش رح يصير عندي السؤال تكامل الكوساين هو ساين بشرط وجود مشتقة الزاوية مشتقة الاكس اوس نصف هو نصف اكس اوس سالب نصف اذا فقط اسوي موازنة واطبق القاعدة ولكن في هذا السؤال الاكس اوس سالب واحد على اثنين يجب ان تضرب مرة بالاول ومرة بالثاني اذا رح يكون ما يلي ويساوي الواحد على اثنين خليها تكون في الخارج تكامل اكس اوس سالب نصف في واحد اذا رح يكون عندي اكس اوس سالب واحد على اثنين ناقص اكس اوس سالب واحد على اثنين من تنضرب بالكوساين يعني رح يصير عندي اكس اوس سالب واحد على اثنين كوساين شنوه اثنين اكس اوس واحد على اثنين إذن أنتم هنا مخيرون تريد تسويها تكاملين ويكل تكامل دي أكس والنصف راح تكون ويثنينهم تريد على جزء واحد أنتم مخيرون في ذلك إذن معناها الواحد على اثنين هذه راح تبقى على وضعها إذن هذا هو واحد على اثنين زين بعد راح أجي أفتح قوس الأكس أس سالب واحد على اثنين شنو تكاملها؟ أضيف للأس واحد وقسم على الأس الجديد أو أضرب في مقلوب الأس الجديد إذن معناها راح يكون عندي أكس أس واحد على اثنين ومقلوب الواحد على اثنين هو اثنين طيب تكامل الكوساين هو الساين بشرط وجود مشتقة الزاوية شنو مشتقة الزاوية؟ النصف راح تنظره في اثنين راح يصير واحد أكس أس سالب واحد على اثنين إذن موجودة إذن الجواب راح يكون عندي ناقص ساين نفس الزاوية اللي هي اثنين جذر أكس والقوس يغلق ورح أجي أكتب زائد سي إذن أنا مخير النصف أريد أوزعها أريد أبقيها على وضعها لهنا انتهى حل السؤال إذن شكراً لاتصالكم ومستمرون باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم إذن متوازن مستطيلات طوله ضعف عرضه وارتفاعه ثلاثة أمثال عرضه إذن الأكس تساوي ثنياً واي إذا ما فرضت العرض هو واي والأج يساوي ثلاثة واي إذن الارتفاع هو أج طيب يريد مني المساحة الصفحية هذا السؤال تم اختياره من قبل لجنة الرياضيات في مديرية التلفزيون التربوي ولنا فيه هدف معين أغلب أسئلة الوزاري عندما تتعامل مع الأشكال المجسمة تتعامل مع الحجوم هناك أسئلة قليلة جداً تتعامل مع المساحة الجانبية والمساحة الصفحية نريد أن نعطيكم تأكيد بأن كل القوانين يجب الاهتمام بها تحفظ قانون الحجم قانون المساحة الجانبية قانون المساحة الصفحية بالنسبة للأشكال المجسمة وبالنسبة للأشكال ذات البعدياً أكيد محيط ومساحة شنو المساحة الصفحية إلى متوازن مستطيلات هو المساحة الجانبية زائد ضعف مساحة القاعدة شنو المساحة الجانبية هي محيط القاعدة في الارتفاع إذن القانون سيكون بالصورة التالية إذن المساحة السطحية سأسميها A المحيط للقاعدة الطول زائد العرض في 2 ومضروبة في الارتفاع زائد 2XY إذن ما هي الفكرة في هذا السؤال بأن سأعوض مكان الـ H بما يساويها بدلالة Y ليش؟ لأنه ناطين العرض بالسؤال كأنه وصلت رسالة تقول لي اجعل قانونك بدلالة العرض أعوض مكان الـ X2Y أعوض مكان الـ H3Y أجمع الحدود المشابهة إذن رح يكون عندي الأي تساوي 22Y تربيع هنا سوف يبدأ التقريب إذن مباشرة سيكون بهذه الصورة أي للـ Y إذن ما طول اسم المتغير بالطرف الأيمن Y أقول للـ Y إذا كان R أقول للـ R وهكذا يا عدد قريب من الـ 1.99 أقدر أربع بسهولة هو الثنيا و الـ B 1.99 الـ H ومن ثم التعويض ومن ثم الاشتقاق وكتابة القانون النهائي والتعويض بهذا القانون إذن أسئلة كثيرة تتعلق بموضوع التقريب لا بأس بإستعراض سؤال آخر كرة نصف قطرها أربعة سنتيمتر طولية بطلاء سمكه اثنين بالمية سنتيمتر جد كمية الطلاء بصورة تقريبية إذن هنا أعزائي أريد منكم الالتفات والانتباه مرة يقول لي كرة نصف قطرها مثلا أربعة بوينت اثنين بالمية سنتيمتر جد حجمها بصورة تقريبية جد حجمها بصورة تقريبية يعني أريد من خطوات التقريب كاملة ولكن كرة طلية بطلاء مكعب ومحاط بطبقة من الجليد جد كمية الجليد جد كمية الطلاء إذن هذه الفكرة من يريد مني القشرة الخارجية الغلاف الخارجي فإن المقصود في السؤال هو مقدار التغير التقريبي لذلك السؤال إذن كمية الطلاء معناه مقدار التغير التقريبي شنو مقدار التغير التقريبي اللي هو أج أف برايم للأي حسب المتغير اللي راح أسميه أنت إذن معناها حجم الكرة يساوي أربعة طاي على ثلاثة نصف القطر تكعيب والأي راح يكون عندي أربعة البي يساوي أربعة بوينت اثنين بالمئة ماذا لو كان السؤال مكعب طول ظلعه أربعة سنتيمتر ومغطى بطبقة من الجليد سمكها اثنين بالمئة جد كمية الجليد بصورة تقريبية لازم تقول هنا شنو راح يكون أربعة بوينت أربعة بالمئة يعني السمك هذا السمك راح أضيفه من جهتين فقانون الشكل الهندسي معلومة أبد لا تنساها قانون الشكل الهندسي إذا كان يتعامل مع كل الظلع فالسمك أضيفه من جهتين السمك واقعا هو من جهتين واضيفه من جهتين ولكن قانون الشكل الهندسي إذا كان يتعامل مع نصف الظلع اللي هو الكرة يتعامل مع نصف القطر إذا هذا مو ظلع قطر والدائرة يتعامل مع نصف القطر إذن السمك يضاف من جهة واحدة إذن معناها الأي تساوي أربعة البي هو أربعة بوينت اثنين بالمئة الأتش راح يصير اثنين بالمئة ماكو داعي أجي أحسب فيه للأي لأن دا يريد مني مقدار تغير تقريبي إذن أشتاق وبعدها نعوض القانون النهائي راح يكون أج في برايم للأي يساوي تقريبا أضرب الاثنين بالمئة في أربعة وستين باي إذن الجواب يساوي واحد بوينت ثمانية وعشرين بالمئة باي سنتيمتر مكعب إذن هذا يمثل كمية الطلاء لهذا الشكل إذن هنا ماذا لو كان السؤال مكعب طول ظلع أربعة سنتيمتر طولية بطلاء سمكه اثنين بالمئة جد كمية الطلاء بصورة تقريبية إذن أترك هذا السؤال واجبا عليك فاصل ونواصل شكرا شكرا